عندما قرر الشاب الأمريكي رونالد أوبوس أن ينتحر استعمل أسهل طريقة وهي أن يرمي نفسه من فوق العمارة التي كان يسكنها فرمى نفسه من الدور العاشر بعد أن ترك رسالة لأهله يخبرهم فيها أن انتحاره بسبب اليأس من الحياة وبعد أيام من انتحاره بيّن تقرير تشريح جثته أنه توفي من طلق ناري في الرأس ولم يمت بسبب سقوطه من الدور العاشر كما وضح التحقيق أن رونالد أثناء سقوطه خرجت رصاصة من شباك العمارة التي هو ساكن فيها والتي رمى نفسه من عليها واستقرت في رأس رونالد وقتلته ومن الفحص تبين أن الطلقة التي أصابت رونالد انطلقت من الطابق التاسع وهذه الشقة التي في الطابق التاسع كان يسكنها زوجان من كبار السن منذ سنين واشتهر الزوجان بين الجيران بكثرة الخلافات والشجار بينهما والغريب أنه في الوقت الذي رمى فيه رونالد نفسه كان الزوج يهدد زوجته بإطلاق الرصاص عليها وكان في حالة هيجان شديدة فضغط من دون وعي على الزناد فانطلقت الرصاصة من المسدس لكن الرصاصة كانت بعيدة عن الزوجة وخرجت من الشباك لحظة انتحار ومرور رونالد الذي رمى نفسه فأصابته في رأسه ومات بسببها في المحكمة اتهم الزوج بتهمة القتل غير العمد لكنه أصر هو وزوجته على أنهما دائما يتشاجران وأنه متعود على تهديد زوجته بالقتل وكان يعتقد أن المسدس ليس به رصاص لأنه فارغ دائما والغريب أن التحقيقات بيّنت أن أحد أقارب الزوجين رأى ابن الزوجين يملأ المسدس بالرصاص قبل أسبوع وكان ذلك بسبب أن أمه منعت المساعدات المالية عنه فأراد الإبن أن يتخلص من أبيه وأمه مرة واحدة وكان يعرف أن والده دائما عندما يتشاجر يستخدم المسدس الخالي من الرصاص ففكر أن يضع به الرصاص لكي يقتل أباه أمه ويكون بذلك قد ضرب عصفورين بحجر واحد لكن للأسف لكن للأسف الرصاصة لم تصب أمه واستقرت في رأس رونالد وهو ينتحر وهكذا تحولت تهمة القتل من الأبي إلى الإبن لقتله رونالد الأغرب من كل ما سبق أن رونالد أوبوس هو نفسه ابن الزوجين وهو الذي وضع الرصاصة في المسدس لكي يتخلص من أبيه وأمه وبسبب تدهور أوضاعه المادية وتأخر أبيه في قتل أمه قرر الانتحار من سطح العمارة ليصادف الرصاصة التي وضعها رونالد بنفسه في رأسه فأصبح هو القاتل والقتيل في نفس الوقت وكل الأحداث دلت على أن الأمور كلها تسير بتقدير الله وأن كل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أصاب الكبر الشديد رجلا تجاوز الثمانين من العمر فأصبح في بعض الأحيان يفقد وعيه وذاكرته حتى يصبح كالمجدون ثم تعود إليه وهكذا كان هذا الرجل قد قام بتزويج أولاده الثلاثة وأسكنهم في نفس البيت الذي يعيش فيه ولكن زوجات أبنائه شعروا بضيق شديد من وجود هذا الأب ولذلك وضعت الزوجات الثلاث خطة لطرد هذا الأب وألححن على أزواجهن إلحاحا شديدا حتى يتقبلوا هذه الخطة وهي الذهاب بأبيهم إلى دار المسنين عندما تأتيه الغيبوبة وبالفعل استجاب الأبناء لزوجاتهم وعندما أوشك الأب على الدخول في الغيبوبة ابتسمت الزوجات وقلنا له سوف نأخذك لدار للعلاج وبعد أن راح الأب في غيبوبته هنأت الزوجات الثلاث بعضهن في فرحة كبيرة وذهب الأبناء بوالدهم إلى دار المسنين وقالوا للمسؤولين إن هذا الرجل وجدناه في الطريق ونريد أن نكسب الأجر فأتينا به عندكم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون رحب الدار المسنين بهذا الأمر على أنهم بالفعل وجدوا هذا الرجل بالطريق وليس له أحد إلا هؤلاء الذين جاءوا به لهذا المكان وعند خروجهم قالوا لبواب الدار إذا مات هذا الرجل فهذا رقم البيت ورقم الجوال فاتصل بنا عادت الذاكرة لهذا الأب فنادى على أبنائه الثلاثة ليحضروا له ماء للوضوء فجاء المسؤول والممرضون إليه وقالوا له أنت في دار المسنين سألهم الأب متى أتيت إلى هنا؟ قالوا أتيت في يوم كذا وذكروا له أوصاف الأبناء الذين جاءوا به قال الأب بحزن شديد هؤلاء أولاد الثلاثة ثم رفع يديه ودعى عليهم اللهم كما فعلوا بي هذا الفعل اللهم فأرني وجوههم تلتهب نارا يوم القيامة واحرمهم من الجنة ثم طلب الأب المدير المسؤول بالدار وكتب جميع عقاراته وأملاكه وقفا لهذا الدار ولم يتحمل هذه الصدمة وتوفي في الحال فرح الأبناء بعدما اتصل بهم البواب وأعطوه مبلغا من المال وذهبوا فرحين ليستولوا على أملاك أبيهم ولكنهم فوجئوا برجال الأمن يوقفونهم ليخبروهم أن هذه الأملاك كلها أصبحت ملكا لدار المسنين بل ويجب على كل منهم أن يخرج من شقته التي يسكن فيها هذا في الدنيا قبل الآخرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون